مرحبا عزيزيزية المتابعي قناة 10 بيعين عربية اليوم نزل عندنا تحديث جديد لتطبيق سناب شات التحديث ابرقمي داعش 57 سفر 32 ايضا تحديث اصلاح الاخطاء اللي مايعرفني انا الدكتور خالد طبيب اسنان مقيم في المانيا حاليا دا عادل شهادتي الى ان اصير طبيب اسنان ودا عندي هواية وطورتها هي الايفون والتطبيقات مالتا فقبل ما ابدي احدث الجديد عندنا هنا لازم أقول له بعض الشغلات المهمة اللي لازم ياخذها باله أول شي تطبيق سناب شات تطبيق حدي أي شي رح تستعمله يأثر عليك رح يحذف حسابك صار عندنا بيوم 37 دائما نذكرها بالعراق والسعودية انهذف تقريبا 70 ألف حساب وهذا بدأ يوسع نشاطه ويحذف حسابات من الإمارات والسعودية طبعا باقية وقطر والبحرين والكويت هذول البلدان دا تنحذف حسابات كل واحد لازم ينتبه على حسابه ما يستعمل أي تطبيقات اللي رح تأدي إلى حذف حسابه قول ليش دا تنحذف الحسابات الحسابات دا تنحذف لأنه في تطبيقات تستعملها ويا سناب شات وسناب شات بالشروط اللي وقعت عليها أول من فتحت الحساب ممنوع تستعمل أي تطبيقات سناب ما يقبل عليها يسموها تطبيقات الطرف الثالث فهذه تطبيقات الطرف الثالث ممكن رح تأدي إلى غلق حسابك فأتمنى أي واحد جديد ويانا ليستعمل هذه التطبيقات وأول تطبيق اللي هو إدارة الملفات إدارة الملفات هذا تطبيق أفوا أفوا كثير فيديوهات تنصح استعماله ما أعرف فيديوهات صور هذا التطبيق أيضا هذا التطبيق يعني استعملوا فيديو خزم ملفات إدارة الملفات هذا التطبيق أساسي إنه يحذف حسابك الشيء الثاني تطبيق الVPN وكاتبين اللي يستعمل الVPN حتى لو ما تستعمله ويا السناب رح يحذف حسابك الذكاء الاصطناعي رح يعرف إنه غيرت الموقع مالتك ورح يعرف حسابك لو حبيت تشغل الVPN فرازم تحذف الاسناب وتشغل الVPN وترجع تطفي الVPN وترجع تنصب الاسناب هذا الطريقة الوحيدة فقط اللي تقدر تشغل بيها الاسناب الشيء الثالث أكو بعض التطبيقات للصور لبروفايل يعني تغيير الخلفيات فيستعملوها باسناب فهذه هم خلط وأيضاً واحد من المتابعين قال لي إنه يبدل حسابات يعني عنده حساب ويا حساب يبدل فأيضاً ينحذف حسابك هذا الشيء اللي يعني أنا اكتشفته بالممارسة وأيضاً عندك شغلة لخ إذا ترسل بسرعة روابط إذا ترسل بسرعة روابط أيضاً رح ينحذف حسابك هاي الشيء اللي إلى الآن اللي واضحة اللي انحذفت حساباتهم وقال لولي فاني أرجع أقولكم إياه اللي ياخذها ياخذها واللي ما ياخذها وينحذف حسابه يرجع يجي يقول شون أرجع حسابي أول شيء إذا انحذف حسابك إلى الآن ما في طريقة تخلي الهاتف يشتغل أنا في عندي طريقة بس دا أجربها إذا ما أتأكد أنه ما تضر الهاتف ما أقدر أنشرها حالياً إلى الآن ما في أي طريقة يعني في واحد عراقي ثلاثة آيفون 12 وفي واحد قبل كم يوم آيفون 13 نحضر يعني الآيفون ما يشتغل بعد عليه سناب في آيفون عنده عفواً في سناب عنده بالبرامج مالتا هذا الرقم رح يحضفه مو الرقم رقم الكود ما للهاتف مالتا كل هاتف بي كود فرح يحذف الكود عذراً لتأخير الفيديو لكن هذا الشيء لحد يرجع يقول آني نحضر نروح يدور فيديوهات حتى سوفت وير إذا عمل في عندي بنت ثلاثة مرات سوفت وير وما اشتغل صعودية وما اشتغل السناب فهذا حبيت أقولكم شغلة جداً يعني مزعجة لكم وإلي فيعني لازم أقولها بداية الفيديو عذراً للتأخير فخلوني أعرف فخلوني أبدي خلوني أبدي كيف راح أتغلون وأدروني للتأخير مرة أخرى أروح على الأبل ستور حتى أتأكد إجاني التحديث أدخل على الحساب مالتي بالأعلى أنزل الشاشة إلى الأسفل راح يظهر عندي التحديث التحديث إصلاح الأخطاء برقم داعش 57032 والتحديث 219 ميجا بايت وقبل ما تحدث راح تروح على الإعدادات تنزل على عام تنزل على تحديث البرنامج وأنت أهم شي تكون محدث 15 واحد واحد وأهم شي شي الثاني أنه عندك مساحة أخدمة اللي هي 7 جيجا هنا وتنزل وراها على مساحة التطبيق لسناب إذا شفت عبر الـ 1 جيجا أو 800 احذف التطبيق وأرجع نزله وها هي هسا نروح نحدث وبالنا صافي إنه راح يتحدث وأحسن شي وأتمنى اللي صار عنده خطأ بالصوار كثير كتبولي هذا التحديث وعدنا تحديث اللق على أكثر يوم الخميس أو الجمعة اللي كتبولي على تحديث الـ السناب اللي راح يغير الاسم المستخدم هذا على أكثر التحديث برقم 12 0000 تقنية 12 اللي ده ننتظره على أكثر فحسب ما يقولون بتحديث رقم 12 هذا اللي حبيت أقولكم إياه السناب بشغال عادي أتمنى استفاديت ولا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا مع السلام أي سؤال أو استفسار كتبوه بالرسائل أرجع أرض عليه التحديث تدخل من الأبل ستور وغوغل بلاي ما في أي رابط اللي يكتبوه لي أرسليننا رابط التحديث التحديث تدخل على الأبل ستور وتحدث من هنا ترجمة نانسي قنقر